تابع على الفيديوهات بالذكاء الصناعي زي ما تشوف الان الكتابة قدامك ان تقدر تضيف مجموعة لغات للفيديوهات بشكل مجاني ومع حرية اختيار الفونتات المناسبة والالوان والديزاين المناسبة اللي حاب يظهر فيه على الفيديو اللي تشتغل عليه ويعتمد عليه بشكل كبير ممنتجين السوشال ميديا وممنتجين حلقات البودكاست والفيديوهات التعليمية والمقابلات عشان ايش عشان زيد من تركيز المشاهد وتحفز ان يشاهد الفيديو الاطول مدة ممكنة وهذا الميزة الان متوفر بعدة مواقع وتطبيقات على الجوال وعلى الكمبيوتر بشكل مجاني ايش الموقع اللي يتقدمها تابعي الفيديو حتى النهاية عشان نستبيد مع بعض ونقول بسم الله ويلا بنا نبدأ يا حيكم الله من جديد اول موقع عندنا هو موقع كابكات الموقع هذا الان اضف في خدمة وترجمة الفيديوهات الى اللغة العربية اروح على موقع كابكات مباشر اروح على كرييتناو تحدد الفيديو اللي انت اناف تشتغل عليه او ترجمه مقاس الفيديو عندنا 16 ا9 مقاس الريلز اه 16 ا9 مقاس اليوتيوب مثلا عندي مقاس اليوتيوب اختاره الان ارفع الفيديو اللي انا عايز اترجمه او اضيف له الكابشن عندي انا فيديو موجود هذا الفيديو ارفع الان على الموقع اسقاط بهذا الشكل يبدأ يحمل الفيديو للموقع بدقائق أو ثواني حسب سرعة الانترنت عندك يكون موجود على الموقع طيب الآن رفع الفيديو على الموقع كيف رح نستخدم الكابشن؟ من اليسار تلاقي خيار اسمه كامشن باللغة الإنجليزية لو تضغط عليه بها الضغطة واحدة رح يطيك هنا اوتو كابشن مانوال كابشن ابلود كابشن فايل اوتو ليرسز رح نختار اوتو كابشن أي ترجم لهذا الفيديو مباشرة إلى أي لغة أنا اختار اللغة العربية هذا اللغة العربية مدعوما من قبل شركة كابكات لو اضغط رح يبدأ خلال ثواني يترجم لي أي فيديو إلى اللغة العربية ويضيف الكابشن مباشرة تلاحظ معاي لو اشغل الآن هذه الترجمة طفلية وقدر عدل فيها ذا فيها مشاكل من هنا ويسار يمين إذا عندي مشكلة 99% يعطيك الكابشن دقيقة لدرجة ما تصورها ودرجة فعلا رائعة جدا الآن لو اشغل نشوف مع بعض الكابشن يا هلو والله إنجازاتي في سنة 2023 مرت علي هذا السنة وهي مختلفة تماما عن سنة 2022 زاد فيها إنتاجي زاد فيها إصراري زادت فيها معرفتي وخبرتي وزادت فيها تحدياتي ممتاز جدا حتى الآن ممتاز جدا كل الكابشن عندي ما في أي مشاكل عشان أغير الخط وغير الخلفية وكبر حجم الخط مباشر أروح على خيار بيسك من هنا راح يعطيك هنا أنواع الخطوط المستخدمة تقدر تغير وتختار أي خط يعجبك ويراح يطبق بشكل مباشر على جميع الترجمة الموجودة داخل الموقع لو أنزل تحت أختار أي خط وأقدر أتحكم بحجم الخط من هنا وأخذ لي سميك هذا الطريقة وأروح أختار الخطوط وأشوف الخط اللي يعجبني وأقدر أغير لون الخط بكل بساطة هذا اللون الأبيض أقدر أضيفه مثلا اللون اللي أنا أحبه اللي هو هذا اللون اللون المفضل أو اللون هويتي هذا الشكل تمام وراح يطبق اللون على كل الخطوط أو كل الكابشن الموجود ببساطة وتقدر تحفظ الفيديو من إكسبورد وتحفظ بجودة عالية 4K أو 2K أو Full HD ببساطة تعطي داولول مباشر يبدأ ينزل لك الفيديو على جهازك وتنشر لأي منصة تختار الجودة اللي تعجبك 4K 2K Full HD إذا ما نستخدم Full HD عشان هي سريعة وجودتها عالية فأنت تختار أي خيار وتقدر تتحكم في عدد الفريمات وصراح الموقع مميز جدا 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 وبسيط ويعطيك الترجمة ببساطة تطبيق الثاني اسمه Microsoft ClipCab هذا الأداء وهو هذا البرنامج عبارة عن تطبيق موانتاج متكامل صممته شركة Microsoft الكبيرة والشركة العظيمة في إنتاجاتها صممت هذا التطبيق مدعوم بخوارجميات وأدوات الذكاء الاصطناعي نقدر من خلاله نترجم أي فيديو إلى أي لغة تخطر في بالنا ونتحكم في جميع الكابشن ببساطة فول ما يفتح معك راح يفتح معك بالواجهة الرئيسية مثل ما شوفه مع بعض الآن عندك هنا تعطيه خيار تروح لخيار اسمه Create Now Video أنا روح أجيب الفيديو زي الطريقة اللي استخدمت على كوبكات أرفع وأسقط هنا مباشرة راح يبدأ يحمل الفيديو سواء أن يكون الفيديو جاهز هذا الفيديو جاهز عندي أحمله على التايم لاين اللي هو خاص بالتطبيق طيب أنا الآن عايز أترجم هذا الفيديو وين أروح الآن أروح على اليمين Caption هذا من فوق شوفه من فوق أول خيار يقول لك الآن ترجم الفيديو وباش تضغط على True on Photo Caption أي ترجم لي إلى اللغة المطلوبة راح تختار اللغة العربية وهما جميع أنه يضيف لك جميع اللغات واللهجات اللي أنت شغال على مثلا أنت لهجتك خليجية لهجتك مصرية لهجتك شامية الآن نختار السعودية سعودية العربية تمام يعطيه Translate Captions الآن يبدأ يترجم للفيديو خلال ثوان يكون الترجمة موجودة قدامي على الفيديو والآن انتهى من الترجمة نشوف مع بعض سنة الفين وثانة وعشرين مرت علي هذا السنة وهي مختلفة تماما عن سنة الفين وثانة وعشرين أقدر أكون بساطة بعد أتحكم في نوع الخط من هنا من Text أتحكم في لون الخط في Style الخط في هذا اللون المفضل الحقي اللي أنا أحبه تختار اللون المفضل اللي عندك تمام وتقدر تتحكم في Size أو حجم الخط بهذه الطريقة وتتحكم خلفية الخط أنا أخليها سودة أنا أخليها أزرق زي أنا لا أبغاها اللون الأزرق اللي هو من هنا هذا اللون المفضل عندي تمام تجد فيها نتاجي زادت فيها أصراري زادت فيها معرفتي وخبرتي وزادت فيها تحدياتي أنجزت فيها الكثير من المشاريع في مجال Graphic Design قمت بتصويم الكثير من فيديوهات الموشن Graphic والكثير من المواقع يعني تلقى بعض الأخطاء البسيطة لكن ما هي قاتلة أخطاء ممكن ببعض الحروف يعني تقدر تتحدلها من خلال خيار الكابشن طبعا بعد ما ترجمت الفيديو جهزته وأضفت الكابشن عليه واخترت اللون والفونت المناسب تروح لأكسبورت تنزل الفيديو من خيار التنزيل تنزله في فلأتش دي ألف وثمانين ميجابيكسل نروح لأداة الثالثة أو الموقع الثالث هو عبارة عن موقع الالكتوري يقدم هذه الخدمة بشكل آآ مميز على الموقع الرسمي اللي هو اسمه آآ كيبوينغ هذا الموقع وهو حاجة مميزة عن المواقع اللي شفناها مع بعض أنك تقدر تستخدم أي آآ رابط عندك الفيديو على اليوتيوب مباشر هو راح يترجم لك إياه ويقطع لك إياه إلى آآ فيديوهات صغيرة حسب أنت منصر راح تتشر عليها اللي كانت سوشيال ميديا إذا كان يوتيوب أو تيك توك أو الإنستغرام أنا راح أسغط الفيديو هنا بشكل مباشر أجيب الفيديو زي اللي استخدمناه في كابكوت و آآ موقع ميكروسوفت أو تطبيق ميكروسوفت أسقط على الموقع أنتظر حتى يحمل هذا حمل معي أنتظر شوية عشان يحمل بس طيب هذا الفيديو بعد ما تحمل معي على موقع كليب وينغ أو الأداة الثالثة اللي راح نستخدمها أو الموقع الثالث عشان نضيف الكابشن على الفيديو الخاص فينا بعد ما تفتح الفيديو على المنصة أو الموقع وتجي في الدخول عن طريق الإيميل الخاص بك وتضيف الفيديو على تايم لاين تفتح لك هذه الوجهة البسيطة نروح على اليسار ثاني خيار اللي اسمه سب تايلتز نضغط عليه ضغطة بسيطة راح يظهر مني ثلاث خيارات نضغط على الأول خيار اللي هو أوتو سب تايلتز مباشر لو اضغط عليه راح تطلع عندي عدة خيارات تختار اللغة بعد ما تختار اللغة الأصلي للفيديو وتختار اللغة اللي تريد ترجم عليها الفيديو الخاص فيك تروح مباشر على الفيديو راح يطلع لك هنا تحدد عليه تمام هاي الطريقة وتعطيه أوتو سب تايلت مباشر راح يبدأ يضيف لك الآن الكابشن على الفيديو بطريقة احترافية وتتحكم حركة الستايل الكابشن بطريقة سلسة وبسيطة أكثر من الطريقة ليقدمها كابكات وطريقة ليقدمها موقع ميكروسوفت اضافي الآن الترجمة الجميل بهذا الموقع أنه يضيف لك الألوان وأشياء حركية رائعة أكثر من موقع كابكات وأكثر من موقع ميكروسوفت شوف لاحظ معايا اللولة واشغل الآن الكابشن واشغل الفيديو يا هلو الله انجازاتي في سنة 2023 مرت علي هذا السنة وهي مختلفة تماما عن سنة 2022 زادت فيها انتاجي زادت فيها اصراري زادت فيها معرفتي وخبرتي وزادت فيها تحدياتي انجزت فيها الكثير بعض الكلمات اللي فيها مشاكل ببساطة تقدر تعدلها وتصححها من هنا مثل عندي مثلا تماما في سنة 2022 نقدر نقول هنا زادت فيها حدد لغو العربية عشان بس أشرح لك إذا في عندك مشكلة بسيطة تقدر تعدل في هذه الطريقة واللون هذا اللي الظاهر والخيار والستايل تقدر تأخذ استايل من هنا عندك استايلات كثيرة تقدر تضيفها على الكابشن الخاص فيك بهذه الطريقة مثلا لو اشغل تماما عن سنة 2022 زادت فيها انتاجي زادت فيها اصراري زادت فيها معرفتي وخبرتي وزادت فيها تحدياتي انجزت فيها الكثير من المشاريع في مجال قمت بتصميم الكثير من فيديوهات والكثير من المواقع الإلكترونية والصورة الإعلانية والتصميم العديد من البروفايلات والكتب لجهات مختلفة داخل وخارج المملكة والكثير من المشاريع في مجال اما في مجال المونتاج والتصوير صورت وانتجت الكثير من الفيديوهات والصور الاحترافية وقمت بالاشرف على اكثر لاحظ لو اضف لك حركة ابداعية اكثر من حركة اكثر من الاشياء اللي اضيفها وموقع اه تطبيق اللي هو عندك الكثير من استايلات اللي تستخدمها في تطبيقك بكل بساطة تضيفها على اي فيديو عندك مباشرة تخرج الفيديو وتحفظه من هذا الخيار بكل بساطة واذا تريد تتحايل على الموقع اكثر تقدر تضيف كرومة خضرة وتخلط ترجمة شغالة وتأخذها على اي موقع عندك منتاج وتشيل الكرومة وتضر عندك الكتابة بكل بساطة وهذه ثلاث اهم ثلاث تطبيقات واثلاث مواقع وادوات نقدر استخدمها من خلالهم الكابشن اذا اعجبك هذا المحتوى شرح البسيط لا تتبقى العينينا في اللايك والشير والاعجاب واذا انتم ومشترك في القناة شيئك عليها وفعل زر الجرس اذا انتم ومفعله عشان ما تقوم تلك الحلقات القادمة ان شاء الله لانا راح تفيدك بمجالات كثيرة واشوفك ان شاء الله في حلقة قادمة وفي الختام سبحانك الله بحمدك اشهد ان لا الهنة استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته